السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد وعيد مبارك على الجميع وعيد أطحى كريم على كل الأحباب يريد تعيد على أحبابك وتبعت لهم هذا الفيديو تعال مع بعض نشوف كمان التوقعات اللي قالتها لا يلعب تلطيف ولا يعلم من غيبة إلا الله شكرا لكم على التعليقات الجميلة اللي بتبعتها لي ما تنسوش في البداية لايك للفيديو وأمنوا مشاركة واللي لسه جديد يشترك في القناة من الزرار الأحمر أسفر للفيديو بالضغط على زر الاشتراك مجانا وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلكم مننا كل جديد من شوية نزل على موقع عربية سكاي نيوز موضوع ظاهرة بتسير الزوار الناس في ليبيا وفتح التحقيق حاجل وأصارت ظاهرة غريبة في جنوب العاصمة اللي بيترابلس حالة من الخوف والهلع بين أهل ليبيا وزارك بعد ظهور تشققات أرضية غامضة منذ قليل وتدور نشاطة موقع التواصل الاجتماعي هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا في تشققات بتظهر لأول مرة وصل طول بعضها خمستاشر مترو بعرض أربع أمطار في إحدى مزارع منتاية أولاد أبو عائشة والسبيع عشان كده بنقول لحضراتكم المصادر والموضوع قليل الناس جدا تعالوا مع بعض نشوف ليلة عبداللطيف قالت إيه في هذه الأقونا وكمان برطاها بتجبيرات العيد واللي حصل النهاردة ده مع هذه الأشياء الأرض بتلتهب للأسف ليلة عبداللطيف بيتقول ولا يعلم الغيب إلا الله الأرض بتلتهب للأسف وبشكل حارق ما بين الشهور ستة وسبعة وثمانية مما سيؤدي إلى اشتغال حرائق شاسعة في بعض الدول العالم وخاصة بأمليكا والصين والفريكيا وبعض الدول العربية ودول أوروبا وراء أن العالم يستعيس من هذه الكرسة التي ستسبب عدد كبير من حالات التختنق والوفاء بسبب درجات الحرارة والدخان العالية ودخان الحرائق في 2024 وشوفنا إلا حصل في الكويت وأيضا البحرين كان فيهم حرائق وفي ناس اختنقت بالفعل وشبح الموت بيهدد وبيئ للعالم في مرحلة الاترابات المناخية والأعصير والحرائق الكبيرة والهواصف الرملية والتشككات الأرضية أيضا وتضرب بعض دول العالم وعام 2024 هو عام المفاجأة المرعبة والمخيفة ربنا يصطر على كل البلاد والعباد ده كان الفيديو اللي روضناه بالطاقة والخبر اللي قالته ليلة عبداللطيف وعلقنا عليه ولكن الأهم هو أن احنا بنعيل على كل الأحباء على قناة مساء الأخبار اتنين مع أختكم مونة بشكركم جدا على المتابعة والكلام الحلو والرائي والجميل جالب تكتبوا لي في التعليقات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا